السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم تكوينات زخروفية غائرة على سطح الطينة المتجلدة وفي هذا الدرس نتعرف على طريقة عمل هذه البلاطات الخزافية وطريقة عمل بعض الزخارف الغائرة عليها اتمنى الاستفادة في الفيديو لا تنسى اتمنى الاعجاب والتعليق والشرف وانا اتفاق الجرس على التواصل لكم الجديد نرى بعض الادوات التي نستضمها نستضم هنا ممكن معنا اربع قطع من الكرتون مقاس عشرة سنتي في عشرة سنتي ومشرط او سكين ونستضم معنا اكياس بلاستيك زي احنا شايفينها وممكن معنا مفرش يكون عليه بعض الملامس زي احنا شايفينها او الاشكال الزخروفية ومسطرة وفرادة نستضم ايضا قطعتين من الكرتون او الفلين يكون سمك واحد ونستضم في عمل الشريحة سنبدأ سنجيب الطيما ونقوم بعجنها بشكل جيد أهم شيء نضع نظف الطاولة بشكل جميل لان البلاطات تحتاج المكان نظيف جدا او شغل الخزف عن متن ونفك هذه القطعة من الكيس ونعمل لها عملية عجنة دمجها مع بعض بشكل جيد نستمر مثلا ممكن عشر دقائق من خمس عشر دقائق في دمج القطعة مع بعضها عجنة يعني وسنقوم بتقاطق صناتين ونضع ان كرتون وفلين ونضعهم في المساحة اللي نريدنا باستانية عشرين صنطة أو عشرين صنطة يعني على بعض عشرين صنطة من بعض بعد أن توضع طينا بشكل جيد ونضع قطعة طينا بين الشريحتين وباستخدام الفرادة وهبدأ أعمل عملية ضحراجة أمامية وخلفية بهذا الشكل حيث أن أفردها يكون كلها سمك واحد تقريبا نخليها تقريبا نصف سنطي يعني يكون سمك هذه القطعة الكارتونة هذه نصف سنطي طعم أشوف المقاس سيزبط معايا عشان ما أبدأ يخليهم كلهم سمك واحد أفضل نحاول نزبط سمك الشريحة حيث أن يكون طرفيا ممكن نصدم مصورة إذا لم يوجدوا هذه الأداة أي شيء استواني ممكن نستخدمه بس يكون طويل إلى حد ما عشان يكون مسك من قطعة الكارتونة هذه إلى القطعة الأخرى حيث أن السمك يكون واحد نضع قطعة الكارتونة الأربعة حيث أنها من أربعة بلطات يكون بحجم واحد حيث أن المساحة تكفي أو لا طبعا هنا إلى حد ما الحمد لله نبدأ نقصه قطعة قطعة لإستخدام المشرط أو السكين بس يكون حد معنا حيث أن يزبط معي القطعة ويظهر مزبط نحاول نخلي الشريحة نظيفة تماما ترجمة نانسي قنقر نخلي الشريحة نظيفة تماما نقصها أربعة قطعة ترجمة نانسي قطعة سنقوض على قطعة الكارتونة ثم نضيفة تماما ترجمة نانسي قطعة كارتونة بما ينظيفة تماما والقطعة ما تخرب معي نحاول ازبط القطعة بحيث ان ما يكون فيها اي شيء ممزبوط نحاول بعض الملامس او الاشكال الزخرفية باستخدام المفرش اللي عندي فأجيب وضعه على القطعة المربعة البلطة وباستخدام الفرادة اضغط على الاشكال عشان تطبع معي على الطينة طلقت معي بهذا الشكل طبعا ممكننا اعمل الزخارف احنا يدوية لكن انا افضل ان اتساهلها بهذا الشكل ممكننا طبعا اعمل فيها خطوط اعمل لها انا خطوط هاتنا ما نجمعهم مع بعض تعطينا ايضا شكل جميل اننا ممكن اعمل الزخارف هذه بطريقة نرسمها ونعملها او ان اجيب او اوراق اشجار نباتات وضع الاثر بتاعها على الطينة او اجيب اي قوالب موجودة عندي وابدأ اعملها ايضا اطبعها على الطينة طعم بنفس هذه الطريقة اه تماما بعمل اربع بلطات الاخرى اشتركوا في القناة 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 اول يمكن الوانهم وهم بالطريقة هذه باستخدام الاكاسيد طبعا هذه طريقة تجميع اخرى يمكن نجمعهم بكذا طريقة وكذا شكل اتمنى ان تساعدوا في فيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر